السلام عليكم ورحمة الله طيب الله أوقاتكم بكل خير أهلا بكم عزيزي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامج كلام في الطب في كل بيت في مصر عندنا دموع وعندنا توطر وقلق دموع كل زوجة يعني بعد الزواج بتحلم أن يكون عندها أطفال وتوتر وقلق من زوجة عنده مشكلة في الخصوبة وفي نفس الوقت شايفها كبيرة ومش عارف يحلها علشان كده النهاردة في كلام في الطب حنقدم لكم الحل اللي حيمسح دموع الزوجة وحيقضي تماما على قلق وتوتر الزوج اللي عنده مشكلة في الخصوبة الحل بسيط وآمن وفعال وملوش أي أثار جانبية سبيرم برو حيقضي تماما على مشاكل الخصوبة عند الرجال وحيحافظ عليها في نفس الوقت علشان كل زوجة بتحلم أنه يكون عندها طفل بإذن الله حيتحقق مع سبيرم برو وكمان هيقضي زي ما قلنا على مشاكل الخصوبة عند الرجال خلينا في البداية نرحب ضيف حلقة النهاردة دكتور أيمن البلتاجي استشارة طب التكميلي ومدير المركز الدولي للطب التكميلي يعني دكتور أيمن حضرك منوارنا ومشرفنا النهاردة سبيرم برو حل آمن وفعال للقضاء على كل مشاكل الخصوبة لو تكلمنا في بداية الحلقة عن سبيرم برو وإزاي بيحقق المعادلة دي وبيقضي على الخصوبة وفي نفس الوقت بيحافظ عليها تماما طبعا كل زوج وكل زوجة مقبلين على أن ربنا سبحانه وتعالى يمون عليهم بزرية ممكن أن هو بيلجأ مقدما إلى بعض الأطباء على سنوة يفحص لو طول في المدة شوية أو تأخر شوية يبدأ يشوف إيه المشكلة اللي عنده أو هي نتجة عن إيه ده طبعا أنا بصدد الزوجن اليوم فبعض من الأزواج بيلاقوا عنده أو بيلاقوا عنده مشكلة في العدد مشكلة في الحركة سواء بقى في النضرة تماما أو القلة يعني مفيش أو فيه بس عادت بسيط ما عداش معاي النورمال للطبيعي بتاعنا عندي مشكلة في اللزوجة عندي مشكلة في الصديد في الحالة اللي زي دي يا جماعة بيبدأ أن هو إيه يمشي بكرس علاجي موجود بعض من الناس أو بعض من الأطباء بيمشي بالكرس ده من 3 شهور ل 6 شهور لسانة أحيانا سواء جاب مع المريض أو ما جابش بيشوف له منظومة أخرى أو بيدي علاجات أخرى النهاردة بقول لك يا كل زوج منتظر حلم الإنجاب سبير مبرو بإذن الله هيحقق لك الأمنية دي سبير مبرو منتج آمن جدا جدا الأطباء بيدو لحضرتك العناصر الغذائية اللي أنت محتاجها علشان تولد معايا الحيوانات المنوية تزود معايا الحركة تزود العدد تقضي على الصديد تقضي على اللزوجة طيب أنا بقول لحضرتك النهاردة أن شركة الصيبة والجمال عملت لحضرتك منظومة طبية آمنة من مجموعة فيتامينز طبيعية بتقول إيه أن أنا عملت لك مجموعة فيتامينات محتاجها الجسم ألا وهي السلينيوم والزانك والفيتامين إي والإيه الفيتامينات دي كلها محتاجها مريض ضحف الخصوبة على أساس أن هي تقضي معايا على الأسباب اللي أدت لضحف الخصوبة يعني معنى ذلك أن سبيرمو برو يقضي معايا على المشاكل دي بإذن الله يقضي معايا على المشاكل دي يبقى ركز تماما أن أنا عندي منتج آمن طبيعي مصري مئة في المئة ما فيش فيه أي كيميكالز تماما خالي من أي مشاكل خالي من أي سايت إفكت يعني هتاخده وإنت مطمن أنه يكون فيه نتيجة بإذن الله تحس يعني دكتور سبيرمو برو بمكونات الطبيعية بأنه هو طبيعي مئة في المئة وملوش أي أثار جانبية بيقدر يحافظ على الخصوبة وفي نفس الوقت بيقدر يقضي تماما على مشاكل الخصوبة دكتور المصطلح ضعف الخصوبة هو مصطلح في التفادي يعني ممكن مش كل الناس عارفها بالتحديد ممكن هارك تقول لنا إيه الحالات اللي فيها بنقول أن الراجل مصاب بضعف خصوبة يعني عنده مشكلة في الخصوبة عنده ضعف في الخصوبة تماما أول ما بيتأخر الرجل أو الزوج في موضوع أو الزوج والزوجة في موضوع تأخر الحاملة بالنسبة لها وبيبدأوا يفحصوا أو يلجأوا لطبيب بيبدأ يشوف أول حاجة بيطلبها منه الطبيب التحليل السائل المنوي التحليل السائل المنوي أو بيحدد مع الطبيب إيه المشكلة اللي عندي الزوج طب ما عندهش مشكلة يبدأ يفحص الزوجة أو يحولها على أخصائي بالنسبة لها طب ايه المشاكل اللي احنا بصادتها اليوم بالنسبة للأزواج اللي عندهم ضعف في الخصوصة المشكلة بتاك مونت زي ما قلت لحضراتكم في العدد البسيط أو قلته أو نضرته يعني لو عندي مشكلة في العدد سواء بقى ان في عدد موجود ولكن ضعيف عن المعدل الطبيعي أو ما فيش تماما آزوسبيرميا يبقى دلوقتي عندي مشكلة في العدد سواء بالنضرة أو بالبساطة في العدد اللي موجود دي حاجة الحاجة التانية ودي اللي بيمر بها كثير جدا من الأزواج اللي عندهم ضعف الخصوبة هي ضعف حركة الحيوان المنوي وضعف حركة الحيوان المنوي دي بتاكمن في عدة أشياء إذا كانت لزوجة بتأثر على الحيوان المنوي بالنسبة للحركة بتاعته وعلى حركة وصوله أو قدرة الوصول للبويضة لعملية التخصيب دي حاجة نسبة الصديد اللي بيمر بيها الزوج نفس الشيء بتؤثر بالإجاب على موضوع وصول الحيوان المنوي إنه هو يوصل للبويضة عفوا لتلقحها طيب مشكلة في الخصية أو التهابات موجودة في الخصية أو دوالي موجودة هي سبب رئيسي بالنسبة للعدد وللحركة يبقى أصبح عندي إن دي المشاكل الرئيسية اللي بيمر بيها أغلب الرجال اللي عندهم ضعف في الخصوبة ولكن مع سبير مبرو ما تخافش إن شاء الله الموضوع بسيط جداً وبدون أي مشاكل لإن سبير مبرو هيحقلك حلمك وهيقضي على السبب اللي موجود اللي أنت عرفته من طبيبك إنه كان سبب قاطع في موضوع ضعف الخصوبة بالنسبة لك أنا طلعك فصل اللي هو الفصل الأول يعني دكتور أشتغل ولا إيه قولي يعني دكتور سبير مبرو منتج آمن وفعال وزي ما قلنا هو الطريق الصحيح لوصول لحلم الإنجاب مع سبير مبرو ما فيش قلق ما فيش توطر كل الأزواج حيبقوا سعداء وما فيش دموع تاني مع سبير مبرو حيقضي تماماً على كل مشاكل ضعف الخصوبة وكمان حيحافظ عليها يعني مع سبير مبرو حنبقى دايماً مستعدين إن احنا نوصل لحلم الإنجاب وإن احنا يكون عندنا بدل الابن اتنين وثلاثة واربعة سبير مبرو منتج متكامل للقضاء على كل مشاكل الخصوبة حلقتنا من كلام في الطب مكملة معاكم لكن دلوقتي هناخد فصل وبعد الفصل نكمل كلامنا أوه حد يروح في أي حد طيب إيه الموضوع السبب سواء عندي لزوجة نتجة عن التدخين أو نتجة عن كسرة الصديد اللي موجود أو عن التهابات موجودة في الخصية أو الأخو لها أكثر من سبب بالتالي أنا عايز أقضي على السبب مش بعالج العرض اللي موجود طيب يبقى أصبح إن معايا سبير مبرو طيب سبير مبرو ده هل هو يحتوي على إيه؟ على أساس إنه هو يعالج للمشكلة دي طبعاً مش عايزين نقول أو نعمم الأمر زي ناس كتير ما بتقول إيه؟ آه يعني هل منتج معين يعالج كذا وكذا وكذا وكذا؟ الأمر كله لو الجماعة اللي مروا بمراحل كتير عند أطباء واستشاريين في هذا المجال يلاقوا طبعاً إن أغلب العلاجات اللي بياخدوها كلها مكملات غزائية طيب أصبح إن عندك مكملات غزائية لو كان سعرها مرتفع معاكم أنتش قادر أنت تواصل عليها لمدة طويلة أو عندك مشكلة في المعدة أو عندك أي ظروف معينة ما انتش قادر تكمل معها طيب بالتالي إحنا حلنا لك المشكلة إدانا لك مجموعة فيتامينز عالية موجودة في سبيرم برو وفي نفس الوقت عملت معانا إيه؟ عملت معايا قضاء على السبب اللي موجود سواء عدد أو حركة أو لزوجة أو صديد يبقى أنت محتاج لمكملات غزائية ومكملات ضرورية عشان ترفع معايا الأمر ده إدانا لك ده طب ده مكون من إيه عشان قاطر يفيد معايا في موضوع العدد والحركة سبيرم برو مكون من عدة فيتامينز أهمها السلينيوم ومضادات الأكسادة طبعا دي مهمة جدا جدا من نسبالنا على أساس طبعا الحيونات المنوية وطريقة الحركة بتاعتها حتى تصل لطلقيح البويضة عند الزوجة بتحتاج معايا لطريق ممهد يعني ما عنديش أي عوائق موجودة سواء إن كان مشكلة عند الزوجة مش هنتكلم فيها ولكن ما عنديش مشكلة بالنسبة للزوج صديد هيعطل الحركة معايا لزوجة هتقلل هتمسك الحيوانات المنوية وتقللها في الوصول وهتعمل تشوهات كتير جدا طبعا موجودة ولو وصل منها حيوان منوي لطلقيح البويضة ممكن ما يكتملش موضوع لتخصيب نفسه ويحصل الإجهاض المستمر وده بنبقى بدون أسباب وما حدش قادر يوصل له ولكن عندي مشكلة عند الزوج فعلشان نركز على ده كويس سبيرم برو مكون من عدة عناصر أو فيتامينز طبيعي 100% على هيئة أقراص بتستخدم المريض أقل 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 بكتير حدة على المعدة سريعة في الامتصاص نتائج كويسة جدا والنتائج طبعا دليل من كتر الاتصالات اللي بتيجي علينا إن آه في تحسن أنا حصل عندي الزوجة حملت ده العدد كان زيرو بقى عندي أعداد موجودة الحركة كانت مفيش بقى في حركة موجودة طيب يبقى الأمر ده يبقى منتكلم فيه بطلاقة على سنة احنا شفنا فعلا حالات موجودة وأشادت بالمنتج اللي موجود يبقى أصبح إنه معايا هام وآمن بفضل الله يعني يمكن دكتور حضراتك ذكرت نقطة مهمة إن معظم اللي بيتعالجوا من مشاكل الخصوبة سواء كانت ضعف الحركة أو لزوجة أو ما إلى ذلك كلها مكملات غزائية ده بيأكد على كلامنا إن سبير مبروها فعلا حل أكيد وحل فعال وحل آمن للقضاء على مشاكل ضعف الخصوبة عند الرجال إن أصلا العلاجات الموجودة ويمكن المريض اللي احنا بنخطبه هو مريض مصقف وعارف علاجه فين فاحنا بنقدم له مكمل غزائي للقضاء على كل مشاكل الخصوبة عند الرجال دكتور يمكن كمان سبير مبرو لي مفعول تاني على النشاط العام وعلى الجسم ككل كلمنا عن تأثيره على النشاط العام بالنسبة للرجال تمام سبير مبرو بما إنه محتوى على مجموعة فيتامينز طبيعية أو من خير الطبيعة يبقى المفروض إن كل إنسان فينا محتاج أصلا لعدة عناصر إنه هو يستخدمها على هيئة فيتامينز ممكن أن أنا باخد العسل طبعا بمشتقاته وبما فيه من فوائد عدة ممكن أكون أن أنا بأقبل على بعض من المركبات العشبية يعني عايز أخد مثلا جينسنج أخد بروبلس أخد حبوب لقاح أخد أي حاجة فيتامينز عالي عشان تديني الباور والطاقة بتاعتي طيب دلوقتي أصبح إن العناصر دي كلها موجودة في يعني الجماعة لهم عايزين نشاط لمجرد النشاط فقط إنه يديني آآ آآ تعويض للفايتامينز اللي أنا محتاجه طول اليوم أو عشان الإجهاد اللي بمر دي ممكن أخد منه قرص واحد في اليوم من سبير مبرو هيديني الطاقة والباور اللي أنا عايزه طول اليوم دي حاجة الحاجة التانية أريد أن أنا أضفها أو أزيد عليها في الحلقة دي إن بعض من الناس بيكونوا بيعانوا من مشكلة صحية معينة يعني عندي مثلا إلى سبيل المسال ربنا يعافي الجميع مريض بأي سبب سواء مثلا عنده مشكلة في الكلا مشكلة في الكابد مشكلة في القلب مشكلة في ضغط عنده أي مشكلة عضوية أو مشكلة صحية معينة وهو أصلا مقبل على الإنجاب بإذن الله طيب ممكن ياخد بعض من العناصر أو الأدوية معينة يبدأ الطبيب يقول لا ما تاخدش ده عشان ده بيتفاعل مع الحاجة المعينة اللي عندك أو التعب المعينة اللي عندك طيب أنت محتاج إيه؟ محتاج حاجة أمينة جدا طبعا هديك الأمينة جدا سواء بقى أنت مريض كبد مريض قلب مريض سكر مريض ضغط أي مريض ما هو مشكل مثلا اللي بيقبله هو بقى صحة فقط ممكن يكونوا واحد عنده مشكلة معينة وهو فعلا مريض في حاجة معينة وخايف من تفاعل الدواء الكيميكالز اللي موجود معه مع المرض اللي موجود معه طيب أنا هلقص لك الأمر ده في إيه؟ أنت محتاج العناصر الغذائية أو الفيتامينز اللي أنت عايزه ولكن في نفس ده آه ماعلوش مشاكل طب مش هيدريني بشيء؟ لا مش هيدرك بشيء يبقى أصبح أن أنا أديتك الحل عشان ما تبقاش أنت متوتر في أخذ العلاج بتاعك لا يبقى أديتك السبير مبرو هيديك الحل والنتيجة الفاعلة بإذن الله وهيقضي على السبب اللي موجود عندك ويكون النتيجة أوفر وأفضل بإذن الله تعالى يعني حضاك بتقول لأي حد دلوقتي طلب السبير مبرو عنده مشاكل ضغط أو سكر أو عنده أمراض حيرجع تاني يتصل بينا ويقول أنا عندي أمراض كذا وكذا وكذا هل السبير مبرو بيتفاعل مع أي حاجة ويعمل لي مشاكل وأنا صاحب مرض مثلا سكر أو ضغط أو قلب حضاك بتطمنه بتقوله أن المنتج آمن وطبيعي 100% ومش بيتفاعل مع أي حاجة وفي نفس الوقت أنت بتستخدمه بأمان وبفاعلية ومش بيعمل لك أي مضاعفات تمام هو حضرتك الشركة المصنعة شركة الصبا والجمال طبعا يعني التصنيع عشان أعرف حضرتكم حاجة أو مشاهدين حاجة مش مجرد ده أنا يعني دايما كنت بقول في الحلقات السابقة أن دايما يا جماعة أي حاجة عندي لها صيد إفكت يعني بمعنى أي مركب حتى لو عوش بآمن الجماعة كتير هيزعلوا من الكلام اللي أنا بقوله لأن دايما القول السائد إن ما كانش بينفع ما بيدرش طيب إحنا قلنا دايما المنظومة الإلهية اللي ربنا صحانه وتعالى خلقنا بيها دايما بقول إيه الاعتدال وكله واشربه ولا تسرفه ففي عملية وسطية يبقى عندي إيه؟ إن أنا الإفراط في الشيء هيضر معي حتى لو كان هذا الأمر آمن بمعنى إيه؟ إن أنا بقول ده آمن خالي من أي أشياء كيميكالز تماما كله طبيعي مئة في المئة ومصنع بإيد مصرية ووفق معايير وضوابط معينة يبقى اتطمن يا مريض القلب اتطمن يا مريض السكر اتطمن يا مريض الضغط ما عندكش أي مشكلة مع استخدامك لسبير مبرون سبير مبرون آمن على صحتك هيديك النتيجة المرجوة بإذن الله تعالى إن ما حصلش حمل مباشر بإذن الله سريعاً ده للجماعة اللي عندهم مشاكل بسيطة يحصل لنتائج فعالة في العدد والحركة واللزوجة والصديد القضاء عليهم بإذن الله يعني يا دكتور دهي خلينا أسأل حضرتك عن الجرعة والاستخدام الأمثل يمكن في مقولة كده إن الاستخدام الأمثل للعلاج هو أول الطريق للوصول للشفاء فلو حضرتك تكلمنا عن استخدام الجرعة المناسبة للمريض بيستخدمها من سبير مبرون تمام أنا عندي ثلاث استخدامات لسبير مبرون وهنركز على دين الجماعة اللي هم معندهمش مشكلة في الخصوبة ولا مجرد إنه عايز ياخد طاقة ونشاط وحيوية وعدة فيتامينز من الحياة أو من العناصر الطبيعية اللي موجودة بأقل التكلفة وميلفش كتير هنديله سبير مبرون ياخد منه أرس واحد كل يوم قبل الأكل ممتاز مع طبعاً جرعة ماء موجودة طيب الجماعة اللي عندهم مشكلة بسيطة في تأخر الإنجاب أو عندي مشكلة عدد بسيط حركة بسيطة صديد لزوجة ولكن يعني نسب بسيطة يعني هو عايز حاجة بسيطة وإن شاء الله يوصل للطريقة الصحيح ممكن ناخد اسبير مبرون معاه مرتين في اليوم صبح وبالليل قبل الأكلات وطبعاً دي تكون طريقة ممتازة من جهة هيوصل للوضع اللي هو عايزه والجهة الأخرى هيعمل إيه؟ هيحافظ على العدد اللي عنده طيب تالت استخدام بالنسبة لسبير مبرون الجماعة اللي عندهم عدد كويس وحركة كويسة والأمور بالنسبة لهم طبيعية وتم بالفعل إنجاب قبل كده ولكن هو عايز يحافظ على العدد اللي موجود عنده زي ما نوهنا وكتير بيقول لأه الأطباء بيقول لنا فعلاً يا جماعة ده مصنع بيشتغل وبيبطل يعني يكون عندي عدد موجود بعد شهر ما لاقيش بعد شهر إليه أعلى منه دوارد عايز أحافظ أنا على العدد والحركة بتوعي اللي موجودين عندي على سبيل المثال هاعتمد على برنامج غزائي طبيعي يبقى برنامج هاعتبر إنه برنامج غزائي طبيعي هاعتبر إن أنا باخد مثلاً أكلة معينة يومياً أنا مواظب عليها وهعمل بها إيه؟ من جهة بزود الطاقة عندي والنشاط والحيوية ومن الجهة الأخرى بحافظ على العدد والحركة اللي موجودين عندي على أساس لما أنا آجي بعد ما يصل ابني مثلاً أو بنت السن معين وعايز ربنا يكرمني يكون أنا عندي الأمور طبيعية مبدأش ألجأ تاني لحلول بديلة وجاز يحصل لانتكاس أكبر من كده أبدأ ألجأ لأشياء أحسن من كده يبقى سبير مبرو هيقدم عاية على الطاقة اللي هي المخافضة بالنسبة للإنسان على العدد والحركة اللي هم منعدمين أو فيهم قلة أو ضعف إلا من كان عقيماً وده حاجة طبعاً ملناش دخل فيها ولكن نركز كويس بإذن الله مجموعة فيتامينز طبيعية تقضي على العديد من الأسباب اللي هي المسببة والمؤثرة على عدم حدوث التخصيب أو حدوث حمل دكتور حدوث بتقول إن هو ممكن نستخدمه مرة في اليوم ده للفرض العادي مرتين ده للي عنده مشكلة من مشاكل الخصوبة مرة الصبح ومرة بالليل الفترة قدية دكتور يعني من كام شهر أو النتيجة بتظهر بعد قدية طبعاً كل اللي مقبل على الموضوع ده يا جماعة بيكون هو سلك طرق عديدة علشان هو ربنا سبحانه وتعالى يكرمه ولما ما حصلش بالنزغاله أو حصل تحسن وحصل انتكاسة بيبدأ يشوف الحلول البديلة فكان من ضمن إقبال الناس على الحلول البديلة اللي هو إقبالها على أي مكملات غذائية أي علاجات للخصوبة بالتالي احنا وفرنا لك الاسبيرم برو على أساس ان هو يديك الوضع اللي انت عايزه الأطباء اللي انت مريت عليهم والاستشارين اللي مريت عليهم قالوا لك خليك معنا ست شهور زي سمعنا قبل كده في المداخلات اللي حصلت خليك معنا ست شهور وهنشوف النتيجة طيب بعد ست شهور ممكن نديك ثلاث شهور فعلمياً من ثلاثة لست شهور ده كرس علاجي ده كيميكالز أو طيب التقليل ثلاثة لست شهور مرتين في اليوم مرة الصبح ومرة بالليل ان شاء الله تظهر النتيجة طيب يا دكتور يعني حضراك قلتلنا قبل كده ان الخصوبة ممكن تزيد وممكن تقل يعني مش معنى ان حد يخلف مرة يبقى هو ممكن يخلف هو ان شاء الله ربنا يعني ربنا يكتب الشفاء لكل الناس وربنا يعافي كل الناس يعني بس حضراك قلت ان الخصوبة ممكن تزيد وممكن تقل فقلنا بقى ازاي سبيرم برو بيحافظ على الخصوبة ان هي تفضل في معدلاتها الطبيعية بدون ما تقل وطبعا احنا كلنا عايزينها تزيد يعني ان شاء الله هو زي ما نقول لحضراتكم كده لو فرض مواظب على الرياضة المستمرة كل يوم اعتقد مش هيوصاب بامراض لشرايين ولا سكر ولا كلسترول ولا ضغط ولا اي مشاكل ولا عظام ولا عصاب ولا اي حاجة هاعتبر الريس بيرم برو ده بمثابة برنامج مشاط دائم للانسان بمعنى ايه ان زي ما ذكرنا من شوية ان انا لو اخدته ان هو يديني الطاقة اللي انا عايزة او اه اه تعديل او تكملة للفيتامينز اللي محتاجه الجسم كل يوم بالتالي هو هيديني ده وهيحفظلي في نفس الوقت على ايه على المعدل خصوص ما من غير انا ما اعرف الكلام ده اه يعني انا باخده الحاجة معينة ولكن هو هيعمل لي ده من غير انا ما اعرف به طبيع ده المتابع معي طب انا اه اه مقبل او تزوجت او لسه متزوج حديث ولسه ما عملتش اي شيء ممكن ااخده اخده كمنشط كمقوي معايا كباور تولي اليوم وفي نفس الوقت لو ما حصلش وبدأ تقلق ايه ده انا بقى التحليل واشعات وابدأ ابحث عن الموضوع ده هلاقي عندي الامور طبيعية باذن الله تعالى طب ده شق طب الشق التاني ان انا خلفت مرة وعايز افضل محافظة على المعدل هخليني مستخدم سبير مبرو على الاقل لو مرة في اليوم هيديني الوضع اللي انا عايزه يباكي طبيعي معي يعني هو طبعا احنا بنقول ان سبير مبرو هو منتج طبيعي 100% بيقضي تماما على كل مشاكل الخصوبة مش بس كده لا ده كمان بيحافظ على خصوبة الرجال ان هي ما تقلش وتفضل في المعدلات الطبيعية ودايما طول الوقت يكون كل الرجال عندهم استعداد للانجاب والوصول للحلم اللي كلنا بننشده ان شاء الله طيب يا دكتور هل في امراض بتسبب ضعف الخصوبة عند الرجال يعني امراض شائعة مثلا او ممكن امراض الناس ما تقباش اغدى بالها منها هو انا دايما بقول يعني لما بيجي مثلا في بعض الدول بيقبل علينا منها ناس كتير تتكلم في موضوع تأخر الحمل بالنسبة لزوجاتهم ونلاقي المشكلة عند الزوج طبعا بنشمل الامر ده بناحية علمية شوية ونشوف ايه السبب المؤدل ده هل ان البلد مثلا او المجتمع ده او البيئة دي جاي مهنها ناس كتير هل الناس دي كلها بتمر بمرض معين لا ممكن تكون منظومة غزائية فلو منظومة غزائية خاطئة ممكن تكون سبب رئيسي في التأثير على وضع الخصوبة بمجمله دي واحدة لكن لو عندي مشكلة تانية بعض من الناس بتصاب بدوال الخصية ده سبب من ضمن اسباب تأخر الحمل بالنسبة للزوجات طبعا ده بالنسبة لازواجهم يعني يكون عندي الزوج دوالف الخصية او دوالف خصيتين يكون عندي مشكلة في الناقل او الحبل المنوي يكون فيه سدة يكون فيه التهاب موجود يكون فيه ارتشح في الخصية يكون فيه التهاب مستمر معايا دي اسباب رئيسية من اللي بتؤثر على الخصوبة اهلا بكم من جديد عزيزي المشاهدين ولسه مكملين كلامنا عن سبيرم برو اللي بيدي تماما على كل مشاكل ضعف الخصوبة عند الرجال وبيحافظ كمان على الخصوبة يمكن دكتور ايمن اتكلم فيه اكتر من مرة ان الخصوبة مش معنى ان انا خلفت مرة يبقى انا ممكن ما يحصل ليش مشاكل في الخصوبة لا في نسبة كبيرة من الرجال معرضة ان يكون عندها مشاكل في الخصوبة حتى لو خلفت مرة واثنين فسبيرم برو كمان بيحافظ على الخصوبة علشان تبقى دايما عندك استعداد في ان انت تكون دايما عندك استعداد ان انت تحافظ على الخصوبة وعندك استعداد لتحقيق الحلم في اي وقت وان شاء الله تفرح بولادك وتفرح معاهم وتفرح بيهم دكتور يعني مكملين كلامنا عن سبيرم برو كنا بنتكلم قبل من شوية عن الامراض اللي بتبقى يعني ممكن تبقى سبب في ضعف الخصوبة عند الرجال لو حضركت قلنا هل ممكن في امراض تسبب ضعف الخصوبة عند الرجال وهل في عادات ممكن تسبب ضعف الخصوبة عند الرجال كلمنا عن الامراض والعادات اللي بتسبب ضعف الخصوبة عند الرجال تمام بالنسبة للجماعة لموضوع ضعف الحصوبة ودايما احنا بنستزيد في الكلام حول الموضوع ده لان هو مشكلة بتقرق العديد من الأسر مش المصرية بس في العديد من الدول كمان بعض من العادات السيئة هقول السيئة وطبعا يعني حتى اللي زعلان مني بس يخلي باله من النقطة دي الجماعة اللي هما مفرطين او في التدخين هو معتقد يعني مش تلاقيهه فايدة ان هو بيشتغل عليه ولكن ما بيدخن والمشكلة انه يجي يسأل اه او يلاقي السبب الرئيسي عنده في عدم حدوث الحامل اللي زوجته نقوله التدخين اه انا بدخن ومش هقدر انه نبطل التدخين ده من ضمن العادات اللي ما بيقلاش عنها العديد من الناس يعني بيكابر او بيعاند مع نفسه مش معنا طيب بالتالي كده انت في طريق مسدود لو اخدت المنتج احنا عايزينك تاخد المنتج وانت مقتنع تماما خالي من اي مشكلة عندك على اساس لما تقول انا اخدت سبير مبرو يا جماعة يبقى او اقول سبير مبرو للدل على الخير كفاعله صدق النبي صلى الله عليه وسلم فطبعا لما انا ااخد علاج معين وابدأ الاقي ان في نتائج وفي تحسن موجود معايا بالتالي بابدأ انوه لكل الناس المتأخرة زي في الموضوع ده طيب في الحالة اللي زي دي انت عندك مشكلة وانت عارفها كويس ومش قادر انك تقلع عنها طيب في الحالة اللي زي دي هتعمل ايه هتيجي تقول ده انا اخدت المنتج وما اجيبش معي النتيجة لا انا بقولك سبير مبرو منتج امن كويس ولكن افسح له انت المجال الصحي والعضوي بالنسبالك ان انت تقوله انا هو مستعد لك انا منتظر ااخد يا سبير مبرو واشوف النتيجة السعدات ده دكتور بيتمثل في ان انا اقلع عن العادات الضرة زي التدخين ولو في عادات تانية ممكن تسبب لي ضعف الخصوبة فيعني اقلع عنها الحاجة التانية ان انا احافظ زي ما حضرتك قلت احافظ على نظام غذائي متوازن ويمكن سبير مبرو هو في حد ذاته هو نظام غذائي متوازن يبنى حقلع عن العادات الضرة وفي نفس الوقت استخدم سبير مبرو يبنى كده بفسح الطريق لتحقيق الحلم زي ما ذكرنا اللي هو حلم الانجاب سبير مبرو دكتور لي برضو مميزات ان هو كمان بيشتغل على الرغبة عند الرجال وقبل الحلقة هضايك قلت لي ان الشركة عندها هدية ممكن تقدمها في الموضوع ده هي مش ممكن تقدمها هي هتقدمها ان شاء الله لكل عملاءها زي ما وعدوا الشركة بتقدم هدية بالنسبة لكل عميل طلب منتج سبير مبرو على اساس ده طبعا هقول لكم الهدية عموما يعني او احنا ذكرناها قبل كده وهنكررها تاني يا جماعة دايما نقول ايه الممنوع مرغوب ودي مقطة مهمة جدا جدا في سيستم حياتنا يعني فبعض من الناس لما بيبقى ماشي على منظومة معينة خاصة في موضوع تأخر الحمل ده بنلاقي ايام طبويض معينة بالنسبة للزوجة لابد يكون في علاقة ما بين الزوج والزوجة فطبعا بيبقى فيها نوع من الفطور والملل الاكثر من سبب رتم الحياة السريع المشاكل اليومية الضغوط النفسية احنا مرينا بمشاكل قبل كده كتير وعملنا الحاجات ده كتير لأ انا عايز اقول لحضرتك ان احنا بقى يعني وفرنا لك المنظومة البسيطة الهدية من الشركة اللي تقضي مع حضرتك على الانواع التوتر والاكتئاب وعايزك تبقى فيه كده ومع تدحك مع انتظر بازن الله من ربنا سبحانه وتعالى عليك لانت اخدت بالاسباب واخدت منه ومعتقد تمام اليقين فربنا سبحانه وتعالى ان جعل لك سبب في هذا الدواء ان يكون قاطع للمشاكل اللي عندك فاخد سبير مبرو وانت مقتنع بالله سبحانه وتعالى ان يكون لك ايه سبب معانا اشتغل على المنتج بحب واقلع عن العادات الضارة والسيئة وانت هتلاقي ربنا سبحانه وتعالى يامن عليك وسريعا طيب فيه نقطة تانية عايز اقولها ان ناس كتير عندها نوع السرعة عايزين يعني ايه اخد سبير مبرو النهاردة زوجة الاسباب واجهة تكون حامل تمام احنا تمانا طبعا الكلام ده ويا رب يحقق لكل الناس امنيتها ولكن اعتقد طالما انت عندك يقين في السبب يقين في القضاء على السبب اللي عندك في المنتج ده يبقى ربنا سبحانه وتعالى ان شاء الله دكتور سبير مبرو يحافظ على الخصوبة ويقضي تماما على كل مشاكلها علشان نحقق حلم الانجاب ومع الهدية زي ما حضرتك قولت الهدية اللي هتبقى موجودة مع سبير مبرو كل اللي هيستخدمه هيكون سعيد بإذن الله هناخد فاصل يا دكتور ونرجع تاني نكمل كلاما عزيزي المشاهدين فاصل صغير وبعد الفاصل نكمل كلامنا في كلام في الطب اهلا بيكم من جديد عزيزي المشاهدين مكملين كلامنا معاكم في كلام في الطب وفي الفقرة دي هنتكلم عن مشكلة بتخص الستات مشكلة يعني يمكن يكون اغلب الستات عندهم حرج ان هما يتكلموا فيها والمشكلة دي كمان بتسبب لهم مشاكل كبيرة على مستوى حياتهم كلها خلينا نرحب مرة تانية بدكتور ايمن البلتاجي علشان يكلمنا تاني عن المشاكل عند الستات وفي نفس الوقت بيكون عندهم حرج ان هما يتكلموا فيها تمام طبعا يا جماعة بعض من النساء مش هنقول الاغلبية ولكن النساء خاصة اللي هما اقبلوا على الولادة الطبيعية طبعا ده مش مش حرج ومش عيب ان دايما اي سؤال عند المرأة ان هي تستشير فيه الاخ الصائي او الطبيب بتاعها ده امر طبيعي ليه ربنا سبحانه وتعالى اجعل لنا الداء والدواء وبالتالي لو انا سبت مشكلة عندي عضوية او مشكلة معينة طبية هتتفاقم وهتزيد وهتعمل لي مشاكل عديدة طيب لما انا اخد الشيء في اوله اكيد هقضى على السبب اللي موجود هعيش حياة بسيطة بعض من النساء بتيجي تشكوا من او عايزة تشوف حل لموضوع مهم جدا وشائق جدا ايه هو في بعض الولادات في بعض الولادات الطبيعية بيلجأ الطبيب الى عملية توسيع للفجينة بالنسبة للزوجة على اساس انه يسهل عملية خروج الجنين بدون مشاكل بدون ما يحصل مشكلة في الكاتف مشكلة في الرأس بالنسبة للجنين وده طبعا امر متاح بالنسبة للاطباء في هذا الامر يعني بعد بعد المشكلة دي او بعد الولادة دي بتمر الزوجة او المرأة بمشكلة نفسية ان هي ايه حصل جرح او حصل قاطع معين سواء بقى حصل له نوع اه قام بخياطة الجرح ده او بعض الناس بتسيوه بيلتقين طبيعيا المنطقة دي منطقة اصلا حساسة ومنطقة هشة جدا بالنسبة للمرأة ايه اللي بيحدث بالنسبة لها بيحدث ايه اطراب وتوتر وبتحدث من جراء المشكلة دي عدة مشاكل اغلبها المشاكل الزوجية بين الزوجة وزوجها على اساس ايه يحصل اتساع في المنطقة دي وبالتالي مفيش قدر من الاستمتاع الكافي في العلاقة الزوجية بين الزوج وزوجته بتبدأ بعض من الستات المثقفة وبركز على الامر ده كويس لان الموضوع مش حرج ممكن تستشير الطبيبة بتاعتك ممكن تستشير اخصائية عندك لو محروجة من الامر ده ولكن احنا بنقول ده علم ومفروض ان احنا ننشره لان صدقة العلم نشره فاحنا نؤجر على هذا بفضل الله ونأمل ان رباو صحنا تعالى جزيلا عليه يعني يا حضرك بتقول يا دكتور ان هو لاحرج من ان احنا نبحث عن علاج للمشكلات اللي هي بتسبب مشاكل كبيرة في حياتنا لكن يا دكتور يعني المشكلة دي بالتحديد لها علاجات عن طريق الجراحة وعن طريق الليزر ايه اللي حضرك هتقدمه النهاردة ويمكن يكون هو علاج جديد وعلاج مختلف وعلاج امن علشان نقضي على المشكلة دي تماما كتير ما بيقبلش على الجراحات خوفا منها او خوفا من العواقب اللي ممكن تمر بيها طبعا احنا مش بنعيب في الجراحات ولا حاجة ولكن يعني واحدة عملت جراحة معينة في الامر ده وبالتالي قالت لده ولي قصد لصحبتها دي ودي ودي ان انا عملت بس عندي مشكلة بدأت التانية المقبلة على الموضوع ده تخاف او تهاب من موضوع الجراحة او التجميل بالليزر طيب انا عشان خاطر ان انا اشيل من عندك الحرج اشيل من عندك حدة الخوف من المشاكل الجراحية اللي ممكن تنتج عن الامر ده او يحصل نصور في المنطقة دي يحصل خراريج يحصل اي مشكلة بالتالي انا اغطيتلك بفضل الله على المشكلة دي عملنا منتج الهابي نايت هابي نايت على اساس انه يقضي على مشكلة الاتساع الفجينة بالنسبة للمرأة طيب هابي نايت هل هو فقط يقضي على اتساع الفجينة فقط لا ده ليه عدة فوائد كتير وطبعا اتكلمنا في حلقة سابقة وقلت ان انا هقول لكم كمان على فايدة مهمة او حضرك الفايدة دي المفروض كنا نقولها الحلقة اللي فات حضرك قلت هنقولها الحلقة اللي جاي تمام هقولها لكم طبعا في اخر اللقاءنا مع هابي نايت ولكن انا بطمن كل ست عندها المشكلة دي وقائمة او احنا قلنا المرأة كيان رقيق وربنا سبحانه وتعالى خلائها بفطرة معينة ان يتحافظ على جمالها وتحافظ على شكلها وتحافظ على كل حاجة فيها وده ما بيندلكش تحت مسمى الفقر او الغنى لا الفقير قبل الغني بيقبل دايما على انه يحسن من نفسه يزيد من جماله لان رقيقنا سبحانه وتعالى جميل ويحب الجمال فطبعا المرأة باحساسها ورقتها عايزة دايما تطور من نفسها وتخلل نفسها امرأة وده حقها طيب لما احنا عملنا لك هابي نايت عملناه عامل مساعد عشان يساعد حضرتك في ايه انه يزيد من جمالك ويقضي على مشكلة الحرج مبينك وبين زوجك وفي نفس الوقت دايما الستات لما بنيجي نسألهم في بعض حالات تأخر الحامل وكده على بعض مشاكل معينة دايما تقول لا ما عنديش كذا لا ما عنديش كذا وانا واثق ان ما يكون يكون عندها ولكن يبتخشى ان يكون دا نوع من انواع الاقلال من شأنها او الاقلال منها علشان كده انا عملت المنتج ده من شركة الصبا والجمال على اساس تزود بالجمال حضرتك كمان وتقضي معاك على الحرج اللي موجود وباش عندك اي مشكلة لما مع زوجك ولا مع نفسك لان احساسك اصلا بالمشكلة ما بينك وبين نفسك هيزيدك ارق وهيزيدك توطر وهيوتر العلاقة الزوجية مع زوجك دكتور المنتج تجميلي فقط ولا ليه استخدامات تانية؟ طبعا المنتج ليه عدة استخدامات وهقول بقى من ضمنها دلوقت لان حضرتك اللي اصارت المفاجهة المنتج ده يا جماعة بيعمل على العملية الناروينج او التضييق الفوجينا تضييق المهبالي وده طبعا اهم نقطة فيه وطبعا ده بيتبين امتى مش هقول ده انا هتستخدم الست المركب ده وبعد اسبوع تنتظر النتيجة لا 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 كامدة لا بتستخدم المركب بعد خمس دقايق بالزبط من استخدام المركب بتشوف النتيجة دي المفاجهة دكتور دي واحدة لسه التانية يبقى دلوقتي بطمن حضرتك اه احنا هنعمل جراحة ونستنى بيها اسبوع واثنين وشهر فيه الام وفيه اضطراب وفيه 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 طيب لا انا بقول لحضرتك بدون اي جراحة بدون اي مشاكل تانية هيعملك اللي انت عايزاه فاقل من خمس دقايق طبعا فيه البعض منكم ممكن يقول معقول انه منتج يكريم هابي نايتس يعمل كده وبيعمل بسرعة جديدة جدا خمس دقايق توصل للمعدل لحضرتك عايزاه وطبعا انا بقولش كلام ده طبعا من خلال تجارب عديد مئات النساء اللي استخدمته وطبعا تواصلت معنا وقالت فوق الممتاز طبعا مش هينفع انها يدخلوا على الهوى ويقولولنا طبعا احنا استخدمنا المفاجأة بارك اه وحضركوا عارفين الكلام ده المفاجأة التانية في حالة اتساع الفاجينة بتمر المرأة بعدم افرازات اصلا من القناة او غدد البرسولين اللي موجودة في المهبل وبالتالي ما بتحسش باي شعور او اي لزة معينة او رغبة ما بينها وبين زوجها منتج هابي نايت بعد ما بيعمل على عملية النارونج او التضييق اللي موجودة في الفاجينة بيدي الاحساس والرغبة المستمرة عند الزوجة وبالتالي بتعيش حياة سعيدة جدا وبالتالي بيكون الزوج سعيد جدا يبقى اصبح ان احنا عندنا مفاجأتين مهمين جدا اول مفاجأة بطمن حضرتك انه بيجيب نتيجة بعد خمس دقايق المفاجأة التانية بيزيد من الرغبة الجنسية وده طبعا عامل مهم جدا جدا حتى ايا كان الوضع اللي موجود او الضغوط الحياتي يعني هابي نايت ليلى سعيدة منتج تجميلي بيكمان بيساعد على حدوث الحمد يعني حلقة النهاردة داسمة جدا هناخد فاصل تاني ونرجع نكمل كلامنا في كلام في الطب لكن بعد الفاصل اهلا بيكم من جديد عزيزي المشاهدين وحلقة النهاردة حلقة داسمة جدا لان احنا بنتكلم في اكتر من حاجة واكتر من مشكلة بتهم ناس كتير جدا وفي الفقرة الاخيرة من كلام في الطب النهاردة هنتكلم عن حاجة كل الناس دلوقتي بتتكلم فيها يمكن في اخر سنتين الكلام عنها لا يتوقف في كل الفضائيات في كل القنوات مصرية او غير مصرية الكلام عن الكوركومين في الفترة الاخيرة يعني الكبير والصغير كل الناس بتتكلم عن كان فين الكوركومين من زمان كان لما هو فيه الطفرة دي كلها ليه احنا دلوقتي بنعرفه ما عرفناهوش من زمان علشان كده في كلام في الطب النهاردة هنتكلم عن الكوركومين اللي هو زي ما كل الناس عارفه هو طفرة في علاج مشاكل كتير جدا يعني دكتور ايمن الكوركومين حديث الصباح والمساء عند كل الناس دلوقتي بيعالج مشاكل كتير جدا وكل الناس بتسأل كان فين من زمان الكوركومين لما هو ليه الاثار دي كلها لو حضرتك تكلمنا عن الكوركومين وبيعمل ايه وإيه الامراض اللي بيعالجها ومميزات الكوركومين اللي احنا حنقدمه تمام طبعا هو حديث الساعة فعلا وهو هوس لناس كتير جدا جدا الكوركومين كل اللي بتكلم طبعا الكوركومين يا جماعة مش جديد علينا احنا عندنا المصدر او المنشأ موجود هو الكوركوم الكوركوم طبعا موجود من قديم الازل فوائد عدة علاجات بنجاح بالغ فيها ولكن دلوقتي مع تقدم وتطور العلم وتقدم الاجهزة بدأت ناخد او بدأت الدول او بدأت الشركات المصنعة تستخلص الحاجة او المادة الفعالة من المركب يعني عندي كل عنصر موجود او كل حاجة موجودة بناخد منها المادة الفعال ليه بدل ما ااخد الكوركوم العادي ويديني الفائدة على المادة البعيد او المادة الطويل طيب ما ااخد خلاصة الكوركوم ألا وهو الكوركومين طيب لو اخدت خلاصة الكوركومين هتديني النتائج الوقتية او النتائج المرجوة معايا طيب ايه هو الكوركوم وايه هو الكوركومين الكوركوم طبعا حضراتكم كلكم عارفينه هو يعني مش نقول هو عشبة موجودة فيها عدة عناصر فيتامينز عالية جدا جدا هي فيها عدة الياف غذائية موجودة من قديم الازل بتستخدم في التوابل بتستخدم في مشروب بتستخدم موجودها مع الارز مثلا لو بنعمل ارز بتستخدم في حاجات كتير جدا من الاستخدامات اليومية لست البيت او للأسرة في اكلتها يبقى اصبح الكوركوم عندي ناس كتير جدا بتستخدمه من زمان وما تعرفش انه له فوائد ولكن هو بيديني شكل اصفر موجود لا هي بتحسن به شكل الرز عشان ولادها لا ده بتحطه على صلاطات معينة لا بتحطه على عصير معلقة عشان تديني طاقة معينة يبقى اصبح انه هو عندي مستخدم فيه البعض اللي بيستخدمه على اساس انه علاجي وفيه البعض اللي بيستخدمه انه مكمل غذائي طبيعي في البيت او في المطبخ المنزلي كل يوم ده بالنسبة للكوركم لما طبعا اشتق منه الكوركمين بطبعا استخلاصات معينة ومش هنقول وخلي بالك من النقطة دي علشان حد يقولك ان الكوركم بناخد منه الكوركمين هنا موجود وانحنا بناخد منه المادة الفعالة اللي هي الكوركمين والمادة اللي صنعها لا متسمعش الكلام ده الكوركمين بيستخلص باجهزة طبعا معينة ومش موجودة هنا ويبقى هو مستورد يعني بنجيبه من برا فتحذر اوي من النقطة دي عشان تخلي بالك طبعا مش هقول ان احنا هنرفع سعر عشقات الاكد للمنتج كويس او مش كويس لا ده شقي تاني ولكن ندخل دلوقتي مع بعض على ايه ايه هي فوائد الكوركمين الكوركمين يا جماعة كهوس اعلامي دلوقتي موجود لكل الناس احنا ملاحظين ان في الاوينة الاخيرة ان امراض العظام زادت اوي دايما خشوط الرجبة الغدريف الام الرقبة الام المفاصل الروماتيزم الروموتويد طبعا في بعض من الامراض اللي انا ذكرتها امراض مناعية نخلي بالنا من النقطة دي امراض مناعية يعني معنى ذلك ان المريض اللي مصاب بالروموتويد او مصاب بالسكر دي امراض مناعية يبقى اه مريض الكابد وفيروسات الكابد من الامراض المناعية طيب بيقبل المرضى دلوقتي على الكوركمين على انه علاج فعال وامن في نفس الوقت خلي بالكم يا جماعة دايما الكلام ده بتقال كتير جدا العلاج الفلان اامن ولا مش اامن ليه اثار جانبية ولا ملوش اثار جانبية بقى كل المثقف وغير المثقف بيتكلم في موضوع الاثار الجانبية طب احنا عايزين ربنا سبحانه وتعالى يامن علينا بنتيجة فعالة بالكوركمين وفي نفس الوقت ما يكونش عندي اي اثار جانبية طب هل معنى ذلك ان احنا قولنا او نقول فيها ان الافراط انا عندي مشكلة معينة صحية واخد كوركمين كوركمين كل دقيقة ده يعانيك المشكلة لا ممكن يعمل لي انتكاسة في حاجة معينة تخلي بالك من الامر ده كويس الكوركمين علاج امن وعلاج طبيعي وعلاج بمتاز ولكن بمعايير ومقادير انقدر نستخدمه ازاي امتى نستخدمه ككابسولات معبق فيها امتى استخدمه كبودر موجود طيب يبقى الكوركمين بيعالج حاجات كتير جدا لو عدا نتكلم حلقات عديدة مش هنقدر نوجز فيها موضوع الامراض اللي بيعالجها الكوركمين ولكن لاحظ على حاجة هركز على حاجات معينة كمضادات الاكسادة يبقى مضادات الاكسادة في الكوركمين بتنفع معي في حاجات كتيرة يعني ممكن ينفع معي في حالات تأخر الخصوبة او مشاكل الخصوبة ينفع معي من اشد مقويات جهاز المناعة يعني الكوركم اصلا ناس كتير جدا مقبلة عليه على اساس ان بيعمل معي نتيجة كويسة جدا ده الكوركم تب لو اخد منه بقى المادة الفعالة يديني ايه في المادة الفعالة الفوائد باكسر منها يبقى دلوقتي معي الكوركمين لفيروسات الكابت الفيروسات الاي والبي والسي ده مهم جدا تقويل جهاز المناعة اللي احنا بصدده دلوقتي كل دلوقتي اسرة لما جلنا فيروس كورونا وانتشر فيروس كورونا في العالم بقينا كلنا مقبلين على ايه؟ نقول عايزين نقوي جهاز المناعة فبدأ نجيب نجيب حاجة من هنا نجيب حاجة من هنا ناخد مركب ده ناخد ده وبدأ طبعا ايه نقبل عليه الكوركم معاكم كدة طب الكوركمين اشد فعالية من الكوركم يبقى مقاول جهاز المناعة واقولكم على مفاجأة كمان للكوركمين في نهاية الحلقة طيب يبقى مقوّل جهاز المناعة ومنشط للذاكرة مضاد للتهابات بيعالج التهابات المفاصل مشاكل الرجبة وطبعا خاصة عند النساء ربنا يعافي كل أمهاتنا وكل نساءنا إن مشاكل خشونة الرجبة وتآكل المفصل الرجبة زادت جدا 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 في الأونة الأخيرة يعني مثلا لو كان بيجي لنا حالة في اليوم دلوقتي بيجي لنا عشرات الحالات في اليوم على خشونة الرجبة مشاكل الغضريف على الأعباء اليومية وطريقة استخدام منظومة الحياة المختلفة وأنمطها المختلفة بالتالي بتأثر معايا على ظهور غضريف على مشاكل في الأعصاب الكوركمين مهم جدا 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 للمشكلة دي السكر طيب نقطة كمان بتهم الجماعة بتوع السمنة اللي عايزين يخسه الكوركمين عامل مساعدة في التخصيص وعامل مهم جدا جدا الكولسترول لدهون السلسية لدهون الكبد لتجميل المرأة ممكن المرأة تاخد منه كل يوم مايقومش بقى الراجل بتاع منا ممكن اخد منه للتجميل آه هيجملك بإذن الله يعني يا دكتور الموضوع كده بيحتاج أن احنا نفرد له حلقات في برنامجنا كلام في الطب لأن من الواضح أن الكوركمين يعني الضجة اللي هو عملها في الفترة الأخيرة هو يعني الضجة على حق لأنه هو متعدد الفوائد آآ للأسف يعني حلقات ما خلصت مع حضرك بس لكن كنت حضرك قلت فيه مفاجأة خاصة بالكوركمين احنا عشان خاطر الوقت الكوركمين بقول لحضراتكم شركة الصبا والجمال على أساس ان هي برضو بتحب عملائها قوي وعايزة تعمل لهم حاجة كويسة فهتقدم لحضراتكم مفاجأة جميلة جدا جدا مع الكوركمين اعتقد كل بيت في مصر محتاجة المفاجأة دي طبعا هتزود من فعالية الكوركمين يعني دكتور ايمن حضرك نورتنا وشرفتنا دكتور ايمن البلتاجي استشاري الطب التكميلي ومدير المركز الدولي للطب التكميلي نورتنا وشرفتنا وان شاء الله مكملين معك في حلقات وحلقات اعزائي المشاهدين حلقة داسة ما اتكلمنا في نهايتها عن الكوركمين اللي هو موسوعة موسوعة طبية يعني علاجات كتير لعلاج الفيروسات لعلاج التهابات المفاصل لعلاج مشاكل السمنة الكوركمين هيحتاج مننا نتكلم فيه عن حاجات كتير جدا في الحلقات اللي جاية يمكن ضجة كبيرة معمولة عن الكوركمين في الفترة الاخيرة لكن يستحق الضجة اللي معمولة عنه دي كانت حلقة النهاردة من برنامج كلام في الطب وان شاء الله حتى نلتقي في حلقة قادمة تقبلوه